في يوم السبت وعلى حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً بدأت الهجمات أوصلت ثلاث سيارات الإرهابيين إلى المجمع التجاري شهود عيان قالوا إن الهجمات بدأت من مقهى قريبة من المدخل الرئيس حيث دخل الإرهابيون في جماعات من أبواب المبنى الأمامية والخلفية الأخبار الأولى أشارت إلى حدوث سرقة بالسلاح في سوق ناكومات الوقع بالطابق الأرضي ثم تحرك المهاجمون داخل المجمع التجاري وهم يطلقون النيران على المتسوقين كما ألقوا قنابل عنقودية بعض المهاجمين صعدوا إلى الطابق الثاني حيث ردهة المطاعم التي كان فيها حوالي خمسين طفلاً اختلفت الأنباء بشأن الأماكن التي تحصن فيها الإرهابيون البعض قالوا إنهم كانوا في الكازينو أو في مجمع السينما بالطابق الثاني والبعض الآخر قالوا إنهم كانوا في سوق ناكومات بالطابقين الأول والأرضي وهو المكان الذي قالت السلطات إن الدخان كان ينبعث منه أمس جراء قيام المهاجمين بإحراق مراتب أسرة كما شهد المكان وقوع تفجيرات قوية الجيش أعلن أن جنوده دمروا جزءاً من سقف المجمع حتى يسهل عليهم دخول المبنى كما أعلنت مصادر مسؤولة أن عشرة متهمين اعتقلوا وقتل ثلاثة قبيل ذلك في عملية تبادل إطلاق نيران كما وردت أخبار عن مقتل ثلاثة آخرين خلال الليل ترجمة نانسي قنقر